فرق بين علي الطلق وبين أنت طالق وبين تكوني طالق لو عملت كذا بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجة في فيديو جديد الحقيقة في التعاملات مع أسئلة كثير من الناس بلاقي في تهاون جدا في موضوع الطلق تهاون بشكل غريب معا أن الأمر ده بيترتب عليه أمور عظيمة اللي أنت تعيش في الحلال أو تعيش في الحرام أمر في منتال خطورة فتلاقي بعض الناس بيفتي نفسه بحاجات مش صح لأنه ما عندوش الأساسيات هو ما يفتيش نفسه لأنه هو مش أهل علم يسأل أهل العلم ففي كتير من الناس مش فاهم الفرق بين أنت طالق علي الطلق تكوني طالق بصوا يا أخوانا علي الطلق ده اسمه طلق معلق علي الطلق منت خارجها من البيت ده اسمه طلق معلق علق الطلق على خروجها من البيت طيب لو خرجت من البيت طبعا هي لو ما خرجتش من البيت الحمد لله تحلت المشكلة ما فيش مشكلة لكن لو خرجت بقى من البيت أو جزء بعد كده قالك يا عم خلاص أنا عايزة أخرجها من البيت فدي بقى العلماء اختلفوا ففي الأم الأربعة وجمهور العلماء قالوا يقع الطلق عشان تعرفوا المسألة خطيرة عشان تعوش تقول عليها الطلق وخلاص لكن شيخ الاسلام ابن تايمية وبعض العلماء قال لأ نشوف نيته انت قلت عليها الطلق ما تخرجيش من البيت على سبيل التهديد ولا انت كنت ناوم فعلا لو خرجت من البيت تطلق فلو كان بنية التهديد وليس في ذهنك موضوع الطلق فقالوا ايه كده ما يقعش الطلق لكن تكفر كفارة يمين اللي انت تطعم عشر مساكين ما قدرتش بتصوم ثلاثة ايام دي اسمها عليها الطلق اللي زيها تشبه لها قوي تكوني طالق ساعة رجل اللي امراته تكوني طالق لو خرجت من البيت برضو لو خرجت من البيت فجمهور العلماء ومنهم الأم الأربعة قالوا ان الطلق يقع لما الأربعة لكن بعض العلماء وده الراجح وده قول شيخ الاسلام من التيمية وبعض العلماء قال لا نشوف نيته الأول لما حضرتك قلت تكوني طالق لو خرجت من البيت كان قصدك الطلق فعلا ولا قصدك التهديد لو قصدك التهديد خلاص يبقى تكفر كفارة يمين والطلق لا يقع بتقطع مع عشر مساكين ما قدرتش بتصوم ثلاثية تعال بقى في رقم ثلاثة انت طالق انت طالق خلاص واقع الطلق لان ده اسمه لفظ صريح ما اسموش طلق معلق على الطلق طلق معلق تكوني طالق طلق معلق انت طالق ده طلق صريح واضح بعض الناس يقولك كفر كفرت يمين كفر كفرت يمين ايه ده انت طلقت خلاص انت قلت انت طالق فما تفتيش لنفسك وتقول اصلا انا ما كنتش نيتي ما كانش نيتي لان اطلق ما انت اصلا مش محتاجين نبص لنيتك لان ده لفظ صريح فارجوكم يا اخوانا ما تتهونوش في هذا الامر فانت طالق دي مش خضعة النية ولا خضعة اللي انت علقته على شيء ده لفظ صريح في الطلاق يقع الطلاق وبرضو بتسأل اهل العلم عشان ممكن يكون ده طلاق في حض او طلاق في غضب والغضب ليه احوال لكن انت متفتيش نفسك بل تسأل اهل العلم دعموا الفيديو بشيروا لايك وكمينت وشاركوا في القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم